السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي قواعد اللغة العربية للصف الرابع الاعدادي عندي تمارين حل تمرينات المفعول به صفحة 130 وصفحة 131 و132 اخذت المحاضرة اللي قبلها شرحنا موضوع المفعول به وان شاء الله اليوم انحل التمرينات استخرج المفعول به من النصوص التالية ثم اعربه اولا قال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة هنا عدنا نسوي المفعول به واعرابه المفعول به اللي هو جعلناه جعلناه هنا من هو المفعول به الهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به وهباء مفعول به منصب علامة نصبي الفتحة الظاهرة على اخره هاي النقطة الاولى النقطة الثانية يقول قال تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقولوا ماذا اجبتم قالوا لا علمه لنا انك انت علام الغيوب يا الله يعني وين المفعول به عدي الرسل مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على اخره هاي النقطة الثانية النقطة الثالثة قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاهو وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال النقطة الثالثة عندنا من دونه من حرب جر ودونه اسم مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة في اخره وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالاضافة فاه مفعول به منصوب علامة نصبه الالف لانه من الاسماء الخمسة وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالاضافة النقطة الرابعة قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين هنا عندنا طيبات انقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسر بدل الفتحة لانه جمع مؤنس سالم وكذلك المعتدين مفعول به منصوب وعلامة نصبه لانه جمع مذكر سالم النقطة الخامسة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الظلمة فان الظلمة ظلمات يوم القيامة واتقوا الشحة فان الشحة اهلك من كان قبلكم حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم هنا عندنا نقطة الخامسة عدي كثير من المفعول به الظلم مفعول به منصوب علامة نصبه لفتحة الظاهرة الشحو مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة من اسم وصول مبني على السكون في محن نصب مفعول به وحملهم حمل فعل وفاعل والهاء ظمير متصل مبني في محن نصب مفعول به دماءهم دماء مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره محارمهم مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة النقطة السادسة أسعدني نصر العراق على الإرهاب الإرهاب أسعدني الياء ظمير متصل مبني في محن نصب مفعول به النقطة السابعة أحترم ذا الهمة والعزيمة عدي ذا مفعول به منصب علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة يلا عيني اخذوا لها سكرين حتى ننتقل إلى التمرين الثاني التمرين الثاني يقول في الجمل التالية تعدد المفعول به وتنوع استخرجه مبينة نوعه ونوع فعله أولا قال تعالى إنه أعطيناك الكوثة هنا شو راح نسوي راح نسوي ثلاث حقول مفعول به ونوعه ونوع الفعل أعطيناك ضمير متصل نوعه نوع الفعله والأفعال التي تنصب مفعوله ليس أصلهما متدأ وخبر كذلك الكوثر اسم ظاهر مفرد النقطة الثانية قال تعالى واستبقى الباب وقدت قميصه من دبر وإلف سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم هنا عندنا الباب اسم ظاهر مفرد فعل ينصب مفعول به قميصه اسم ظاهر مفرد فعل ينصب مفعول به سيدها اسم ظاهر مفرد من الأفعال التي تنصب مفعول به أصلهما متدأ وخبر أفعال الظن لدى الباب شبه جملة الضرب سوءا اسم ظاهر مفرد فعل ينصب مفعول به ثلاثة صيورت جزءا من بيتي حديقة جميلة هنا عندنا جزءا اسم ظاهر مفرد فعل ينصب مفعولين لأصلهما مفعول ليس أصلهما ابتدأ وخبر أفعال الظن اسم ظاهر فعل ينصب مفعولين أصلهما ابتدأ وخبر حديقة اسم ظاهر مفرد النقطة الرابعة ظلنت حماك صديقك طبعا عندنا حماك وصديقك حماك اسم ظاهر مفرد فعل ينصب مفعولين أصلهما ابتدأ وخبر أفعال الظن صديقك اسم ظاهر مفرد يلا حين اخذوا لها سكرين التمرين الثالث بالفراغات اكمل الفراغات بما يناسبها من بين الأقواس مع ذكر السبب أولا جنى الفلاح الشجرة أثمار أثمار أثماري أثمار جمع تكسير ثانيا أفهم أولا ثم أحلها افهم أولا ثم أحلها تمريناتي تمريناتا 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 تمريناتي لأنها جمع مؤنة سالم كسر بدل الفتحة اثنين أغلق إلا من قول الحق فيك قوك فاك فاك من الأسماء الخمسة أربعة منح المدير جائزتين ثمينتين الفائزين الفائزين الفائزان الفائزين جمع مذكر سالم تمرينا الرابع ما كتبه باللون الأحمر مفعولات اجعلها واجبة التقديم مجريا التغييرات اللازمة أولا قال فاروق جويده قال فاروق جويده ربما ألقاك في ذكرى عتاب ربما ألقاك في عمري سراب ربما أبحث عنك بين أحضان كتاب ربما أسمع عنك من حكايات الصحاب دائما أنت بقلبي ناخذ هسي النقطة الأولى أين النقطة الأولى لحل مالتها هنا عدنا شو نقول تمرين الرابع إياك ألقى في ذكرى عتابي نقول النقطة الثانية قال أحمد مطر ليس ثرثار أبجديته المؤلفة من حرفين فقط تكفيه تماما للتعبير عن وجعه طاق هنا عدنا تكفيه نقول إياه تكفيه تماما النقطة الثالثة قال محمود درويش سألتك هزي بأجمل كف على الأرض غصن الزمان لتسقط أوراق ماض وحاضر ويولد في لمحة توأمان ملاك وشاعر عدنا سألتك نقول إياك سألت بقال التمرين الخامس والأخير في النصوص التالية مفعولات تقدمة تستخرجها مبينة نوع التقديم من حيث الجواز والوجوب ثم عربها أولا قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الألث الخصاب هنا عدنا يعجبك تقدم المفعول به على الفاعل وجوبا هنا لعراب الكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم ثانيا قال تعالى يا عبادي الذين أمنوا أن أرضي واسعة فآيا فاعبدون نقول آية تقديم المفعول به على فعله وجوبا لأنه ضمير منفصل لو تأخر له وجب اتصاله العراب ضمير منفصل مبني في محل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدما وجوبا النقطة الثالثة قال الإمام علي عليه السلام إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك هنا عدنا دعتك تقديم المفعول به على الفاعل وجوبا لأنه ضمير متصل الكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم لهنا ويخلص درسنا وإن شاء الله التوفيق اشتركوا في القناة